أنا إنسان مثالي ومنذ أن كان عمري ست سنة وأتحافظ على صلاتي والحمد لله ولا آكل الحرام ويستمر على هذا المنوات ليصل إلى سؤالي يقول فيه عندما دلقت الرابع والعشرين أصبحت أصلي يوما وأترك يوما والآن عمري ست عمري ست وعشرون سنة وما دمت على ما بدر مني فكيف تنصحونني بقذاء ما فاتني من الصلوات لذلكم الله خيرا قولا لا ينبغي للإنسان أن ينبح نفسه ويقول أنا رجل مثالي أو أنا رجل مستقيم والهكم يعتبر نفسه دائما مقصر يعتبر نفسه دائما مقصرا قوله تعالى فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم ومتقى قال سبحانه ألم ترى إلى الذين تذكونا أنفسهم فلا ينبغي للإنسان أن ينبح نفسه ولكن عليه أن يعتبر نفسه مقصرا دائما وأبدا في حق الله سبحانه وتعالى وأما أنه ترك الصلاة فترة أو ترك بعض الصلوات فترة ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى الأشكة أن ترك الصلاة جريمة كبيرة وإلى أن الصلاة يبقى الثاني مركان الإسلام بعد الشهادة وهي عمود الإسلام ولا دينة لمن ضيع الصلاة فتركه لها فترة يعتبر ردة عن دين الإسلام إن كان في حال تركه لها لغرى وجوبة فهذا الأخي لها أنه كافر الكفر المخزين من الله وإن كان يعترف بوجوبها ولكنه تركها متكاسلا الصحيح من قوله العلماء أنه أيضا كافر الكفر المخزين من قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشد ترك الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وبناء على ذلك فإن الواجب عليه أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة ولا يقضي ما تركه متعمدا لأنه حين ترك الصلاة متعمدا خرج من الدين وحينما تاب إلى الله سبحانه وتعالى وحافظ على الصلاة دخل في الدين من جديد وإذا تاب الإنسان من الكفر والردة فإنه لا يؤمر بقضاء ما تركه في حال الردة أو في حال الكفر لأن الإسلام يجب ما قبله وإذا كم الله خيرا وأحسن عيد لكم